موسيقى الحمد لله عبد العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فالحكماء يقولون اشتدي أزمته تنفاجي ويقول الحق سبحانه وتعالى إن مع العسر يصر إن مع العسر يصر قال أهل العلم لا يغلب عصر يسرين يصر قبله ويصر بعده وعلماء اللغة يقولون الكلمة إذا جاءت نكرة وأعيدت نكرة كان الثاني غير الأول وإذا جاءت معرفة وأعيدت معرفة كان الثاني عين الأول إن مع العسر يصر إن مع العسر يصر فالعصر واحد واليصر كثير بإذن الله وآملنا في الله في كل شيء كبير حيث يقول سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون ويقول سبحانه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وكان سيدنا عقوب يقول لأبنائه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافعون فلا نيأس أبدا من رحمة الله ويظل أملنا في هذه الأيام المبعاكة وبحق هذه الأيام الطيبة وبإقبالنا على شهر عظيم ورب كريم في أمل كبير أن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء ودائما نستمسك أذهب الباس رب الناس إشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغاد وسقما فمن كان مريضا فلا ييأس من رحمة الله في الشفاء ومن كان فقيرا فلا ييأس من واسع فضل الله في فتح أبواب رحمته ورزقه ومن كان مخطئا أو مزنبا فلا ييأس إذا تاب إلى الله وأناب ونحن في أيام التوبة والأوبة والنوبة إلى الله عز وجل يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أزنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي ذنبي فقال رب العزة عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفع الذنب ويأخذ الذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد العبد فأذنب فقال رب اغفر لي ذنبي فقال رب العزة عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفع الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد العبد فأذنب فقال رب اغفر لي ذنبي فقال رب العزة عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفع الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء وفي الحديث الشعيف يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحبع لا شعيك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يقول حق سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أصعفوا على أنفسهم ومن رحمة الله إن الله يغفر ذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ونحن في أيام الرجاء في شهر شعبان في شهر رفع الأعمال إلى الله في الإقبال على رمضان في أيام نضع إلى الرجاء أن يجعلنا من المقبولين وأن لا يأخذنا بذنوبنا ولا بأخطائنا وأن يعاملنا بفضله لا بأخطائنا ولا بذنوبنا اللهم أفع مقتك وغضبك عننا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطائنا ربنا ولا تحمل علينا إصعى كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا لا إله إلا أنت سبحانك إِنَّا كُنَّا مِنَا الظَّالِمِينَ أَرْحَمْنَا بَرَحْمَتِكْ وَبِفَضْلِكْ وَبِوَاسِعْقَامِكْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة